عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا للصعراض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية لأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 27 نوفمبر القادم واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أهمية الإعلان قريبا عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تمثل حجر زاوية في إطار استعداد مصر لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في هذا السياق لفت مدبولي لأنه يتابع وبشكل مباشر ومستمر الاستعدادات الجارية لتأهيل وتطوير مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة استعدادا لاستضافة هذا المؤتمر المهم وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تمهيدا لإطلاقها وتحديد المشروعات والمبادرات وصياغة الرسائل السياسية والفنية ذات الصلاة بالمؤتمر